موسيقى المصلحة من القطع الخاص لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في بيئة العمل بما يصب في مجال مكافعة الاتجار بالأشخاص وشهد المنتدى اطلاق مبادرة مع النعمل وهي جهد تعاوني بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بحقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال وتوفير المعلومات حول الخدمات المتاحة لهم وتضمن المنتدى أيضا جلسة لعرض أفضل الممارسات مما أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال ملتقى مكافحة التجارب للأشخاص يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التجارب للأشخاص وهذه ضمن استراتيجيتنا لزيارة الوعي على هذه الجريمة طبعا ناقشت في الملتقى أفضل ممارسات من القطاع الخاص للتصدي لهذه الجريمة كون هذه الجريمة تتعدى الحدود لا نستطيع تصدي لها إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى فكل الشكر لكل من تعاون معنا لأن بالفعل تصدي لهذه الجريمة تحتاج جهود الكل وهذه طبعا يبين أهمية هذا الملف لمملكة البحرين ويبين مدى حرص مملكة البحرين للتعاون في نطاق أوسع من ناحية المكافحة هذه الجريمة بالشراكة مع النظمات الدولية ملتقا هي التنظيم سوق العمل لمكافحة التجار بالأشخاص الهدف منه أننا جمعنا الدعوات راحت حق البعثات الدبلوماسية حق القطاع الخاص حق الجهات الحكومية وحق ممثلين الجاليات والمجتمع لأن الفكرة وراء هذا الموضوع أنه ترى الكل يقدر يلعب دور في مكافحة التجار بالأشخاص وخاصة مع القطاع الخاص لأن خلق بيئة عمل آمل وأنه زيادة الوعي عن حقوق واجبات العامل والأطراف العلاقة العمالية هذه ترى يحل جزء كبير من مشاكل التجار بالأشخاص فالتحد من هذا الموضوع فالأهمية أنه كانت جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو على مستوى الفرد ترى الكل يلعب دور وكان هدفنا اليوم هي زيادة الوعي عن هذه الجانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر